كان يعقوب يحب يوسف كثيرا وكان أبناؤه من حوله يشعرون بهذا الميل كان يشعر أنه سيكون ليوسف شأن في يوم من الأيام حتى أنه من شدة حبه ليوسف إذا ذهب أبناؤه لرأي الغنم وأخذوا يوسف معهم لا تكتمل ساعة إلا ويرسل أحد الخدم أحضروا لي يوسف كان يعقوب عليه السلام يحب يوسف كثيرا وازداد هذا الحب بعد أن جاءه يوسف في يوم من الأيام يخبرهم بهذا الأمر الذي حصل له في المنام خيلوا بالله طفل عمره 12 سنة 12 سنة يدخل على أبيه أبتاه رأيت في المنام ربيع يعقوب يقول له وماذا رأيت يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين يا الله ولأم صغير يرى هذه الرؤية أيقا يعقوب بعدها أنه لا محال سيكون ليوسف شأن أحد عشر كوكبا والشمس والقمر ساجدين يعقوب لم يكن مفسرا للأحلام لكنه أيقا أن ليوسف شأن فأخذ الاحتياطات يوسف لا تقصص رؤياك على إخوتك يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا ذهبت لأي مكان وبدأتهم تلعبون وبدأت الأحاديث والسمر لا تقصص رؤياك أن تقول هذه الرؤية لإخوتك تما ترى فيش يسوي الشيطان إن الشيطان يا يوسف للإنسان عدو مبين سيزرع الحقد بينك وبين إخوتك لا تقصص الرؤية قال يعقوب عليه السلام بعد هذه الرؤية ليوسف كثيرا والأبناء شعروا بهذا الميل فبدأوا بالتخطيط لاجتماعات الحسد ما عليش سامحوني أذى لصلاة العشاء عندنا كان ودي والله نخش اجتماعات الحسد ونشوف إيش اللي سائر وكذا لكن كان مو بعد العشاء بكرة إن شاء الله بأن الله سبحانه وتعالى نكمل بإذن الله